خبر آخر مشاهدين كرام بعنوان أول مركز للتميز العلمي في العلوم الزراعية بمصر مضمون الخبر اختيرت جامعة القاهرة لإنشاء مركز للتميز العلمي في العلوم الزراعية بمصر بالشاركة مع جامعة كونرل الأمريكية بالإضافة إلى تحالف يضم جامعات أمريكية رائدة في مجال الزراعة وهي جامعة كاليفورنيا وجامعة برودو وجامعة ولاية ميتشيغان وذلك بتمويل من المكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي وعن الدكتور محمد عثمان الخيشت رئيس جامعة القاهرة أن مركز التميز العلمي في الزراع بالجامعة مع تحالف الجامعات الأمريكية يهدف إلى العمل في المشاريع الأملاقة التي وضعتها الدول أو الدولة بشكل عام مثل تطوير طرق الزراعة باستخدام الصواب الزراعية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وتربية الماشية وتحسين الإنتاج الداجيني واستصلاح الأراضي بالطرق المتطورة واستخدام الطرق الحديثة للإرشاد والتصويق الزراع طبعا حاجة مشرفة أننا نصل لهذه الدرجة في الجامعة الخاصة والجامعة المصرية جامعة القاهرة وخاصة بشكل كبير لما تكون جامعة حكومية زي جامعة القاهرة فده بيؤكد على الدور الكبيرة التي تلعبوا الجامعات الحكومية في إثراء التعليم في مصر وأيضا تخريج العديد من الطلبة والطلاب اللي هما بيصبحوا بشكل مؤثر في الحياة العلمية ويصبحوا أيضا أعلام في الحياة العلمية أعلام مصرية وأحنا لعدناها للعديد من الرموز لما تخرجوا مش بس من جامعة القاهرة ولكن من عديد من الجامعات المصرية